اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس نريد نعمل get للبروفايل يعني هنا عندي حسن عامل login افتح البروفايل مالته البيانات اللي هنا حاليا انا كاتبها ولكن لازم اخذ بيانات مال حسن من السيرفر واخليه هنا او اي يوزر اخر من نفتح البروفايل عندنا اليوزر اي دي في اليو ار ال حسب هذا الاي دي رح نرسل ريكويس الى السيرفر وناخذ المستخدم يعني ناخذ البروفايل مالته فنجي في visual studio code src redux اعمل new slice وسمي profile slice اقدر اعمل copy من الآث slice اجي من الآث slice اعمل control a control c لنفس الفكرة بس السلايس تختلف اهنا عدنا البروفايل سلايس اعمل cut واغير بيها بعض الاشياء اهنا اكتب الاسم profile slice وايضا اهنا ال name profile امسح ال initial state وايضا ال actions وايضا اغير الاسماء الى profile slice هذا الشكل اكتب profile قبل ما ننسى control p افتح ال store واعمل هنا profile state profile واخذ ال profile reducer هذا اللي كتبناها سوالي auto import هذا اصد ال store نجي هنا نكتب ال initial state ال initial state عندنا هنا حاليا profile واخليه null واكتب reducer او action لهذا ال state اكتب set profile state action واكتب بstate dot profile يساوي action dot payload بهذا الشكل حاليا null من نعمل get لل profile ما اليوزر من السيرفر رح نعمل نداء لهذا المثود وهذا رح يعمل تعديل على ال profile نجي هنا في api call اعمل new api call واسمي profile api call هذا الشكل واجي في auth api call واعمل copy من بعض الاشياء اعمل copy من log in function وايضا ل request و toast و auth action ctrl c اعمل paste هنا في profile api call طبعا الauth actions ما اريده اريد ال profile action اخذها من profile slice فاكتب هنا profile actions ال function رح اسمي get user profile اغير الاسم الى get user profile على بد نعمل get user profile نحتاج user id ctrl p افتح user controller في السيرفر هذا user controller اريد ارسل request الى هذا المسار الى هذا controller المسار api users profile id اعمل copy من هذا ctrl c والمثود get والاكسز public يعني ما يريد منا token جميل نجي الى api call اهنا امسح كل هذا افتح بها backtick واعمل paste للمسار الاد ناخذها منيئا من البرامتر user id امسح هذا لان الاد رح تكون dynamic لان مرة حسن نريد يعمل get مرة يوسف مرة علي ومرة يمكن اي شخص اخر المثود قلنا get اغيرها الى get هذا مهم جدا وهذا الريكوست يرجع للداتا وهنا في dispatch امسح هذا اكتب profile action dot set profile واعطي الدا ك payload هذا local storage امسح هذا الريكوست رح ياخذ الuser profile من السيرفر ورح يعمل set لprofile يعني ياخذ الدا ويعطي للprofile هذا الprofile وبعدين نقدر نعمل الامبورت لهذا البروفيل في profile page ctrl p افتح الprofile component هنا احتاج بعض الاشياء احتاج ال use dispatch import لان رح ارسل الريكوست من هذا الكم component from react redox use dispatch اجي هنا اكتب conost dispatch يسوي use dispatch الuser من يفتح هذا الكم component رح نرسل request الى السيرفر يعني نعمل run لهذا الapi call وهذا الapi call رح يجيب لنا الuser او profile ما الuser اريد اكتب ها في use effect فاجي هنا اكتب dispatch واكتب بها get user profile الapi call اللي كتبنا وهذا يريد مني user id الuser id لازم ناخذها من الparams هنا لاحظ هذا user id فعدنا الuse params من react router dump اعمل import use params اجي هنا اكتب import from react router dump اريد الuse params انزل هنا فوق الuse effect اكتب canast يساوي use params بهذا الشكل طبعا لازم اعمل run لهذا الhook واخذ الid لان في app.js كتبنا id اعطي الid لget user profile بهذا الشكل ولازم اعطي هذا الid ك dependency لهذا الaray في use effect نجي نجي ارجع اعمل reload افتح ال redox toolkit على مود نشوف افتح لاحظ هذا profile null من افتح ال profile page هذا ال use effect رح تشتغل من تشتغل هذا dispatch رح تشتغل ويعمل run لهذا function من يعمل run لهذا ال function هذا ال function شي يسوي يرسل request الى server وياخذ user ويعطي ال user ال profile وهذا ال profile في slice بعد ما رح يكون null رح يكون بها user فنجي ونشوف ها لاحظ ال profile null حسن افتح profile ما الحسن لاحظ ارسل request الى server وجاب لي البيانات ما الحسن ال id ال username ال email ال profile photo وباغ الاشياء كل شي عندي وايضا عندي post array لاحظ ال post array فارغة لان حسن بعد ما مسوي post وهنا في actions لاحظ عندي profile slash set profile يعني هذا ال action حصل فحاليا هذا ال profile بيانات مال حسن نقدر نمسح هذني البيانات ونخلي البيانات مال هذا ال user نجي هنا في ال profile اعمل import لuse selector من react redux use selector هنا اكتب قنص افتح object يساوي use selector state state goes to state dot profile واخذ ال profile من هذا ال state profile جميل عندي ال user في هذا ال object انزل خلي اسد هذا delete account handler اول شي عندي ال image اخذ ال image من ال folder انا اريد اخذ ال image من السيرفر امسح هذا وبدأ لها اكتب profile dot profile photo dot url اجي واشوف ها في redox toolkit اشوف هل عندنا profile photo صحيح profile photo وبها url نرجع dot url صحيح وننزل هنا عندي ال user name امسح هذا الاسم افتح object واكتب profile dot user name وايضا هذا ال bio امسح واكتب profile dot bio وهذا date امسح لان عدنا created at date ناخذها من السيربر اكتب هنا new date واكتب بها profile dot created at واحاول الى to data string بهذا الشكل نرجع ونشوف شوف عندي هنا حسن والبيانات ما الحسن خليت هنا اجي هنا بعد هنا مكتوبة يوسف post امسح اكتب profile dot user name شوي نزلها جميل نشوف لاحظ حسن والdate join ما الحسن وهذه الصورة ناخذها من السيربر بعد وهنا حسن post طبعا البوست حاليا ناخذها من دامي داتا ليس مالحسن في الدروس الغادمة من نعمل api call لل post رح نعملها طبعا لان يرادل هاي شوية شغل طبعا ال post array مالحسن موجودة هنا خلي افتح ال redux شوف هنا عندي ال post ال post لاحظ هذا ال post array عندي ولكن لان هسا حسن او اي يوزر ما يقدر يعمل create ل new post لان بعد ما عمل api call لل post ما رح اغليها نريد نشتوض على profile لان بعد عدنا upload photo لل profile عدنا update profile وايضا عدنا شنو delete your account رح نكمل ال profile وبعدي نروح لل post شكرا جزيلا لكم واراكم في الدرس الغادم